ترجمة نانسي قنقر والشروط لأحكام نصوص التجريم والعقاب إلى جانب مناقشة دور المشرع في بيان ووصف الأفعال المجرمة والعقوبة المقررة وأثرها في عمل القاضي شرح طبيعة القانون العقوبات البحريني وكذلك الإجراءات الجنائية ودرجنا على مسألة كيف اليوم عملية التشريع تؤثر في عمل القاضي من حيث النصوص والصياغة التشريعية تكلمنا أيضا في عدد من المفردات التي تدرج في التداول والمناقشة في المجلس التشريعي حول متى تكون فعلا ما هي الملامح والشروط والأحكام الواجب توافرها في النص العقابي التي من المفترض أن يلتزم فيها المشرع عند وضع التشريع لأن في النهاية القاضي خاصة في الشق الجنائي لا يجتهد هو يطبق النص ناقشنا بعض الأمور من خلال أحكام النصوص التي يقوم القاضي بتنفيذها في المحاكم بعض المستجدات التي ساعد تواجه القضاء أمام القاضي كان هذا اللقاء رائع بصراحة بكل معنى الكلمة لأن استفدنا أيضا من وجهة نظر وأسئلة بعض الشوريين كذلك كان هناك تفاعل من قبلهم ببعض الأسئلة التي أوصلنا لها من خلال أفكارنا وأيضا تطلعاتنا لتغيير بعض المواد التي يتناسب مع الوقت الذي نعيش فيه كذلك التعديلات التي يمكن أن ترمي لصالح من يطبق ذلك القانون التشريعات التي تصدر في مملكة البحرين من حيث الصعوبات في تطبيقها لدى المحاكم وكيفية علاجها وطريقة أن تكون هذه النصوص التشريعية تتواكب مع التطور والتطور الإجرامي المستمر في تصاعديا مع سنوات سنة بعد سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر